اشتركوا في القناة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أحفظهم الله كان قد غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته البلاد يوم أمس متوجها إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة ويرافق سموه وفد رسمي يضم كل من سعادة الدكتور عبدالطي بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعلي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل وسعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وسعادة السيد حمد بن فيصل آل مالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين العربية سوى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة